على الرغم من أن التركيا لا تزال تسيطر نسبياً على الوضع الاقتصادي والصحي إلا أن معالم الركود الاقتصادي بدأت تظهر عليها حالها كحال الكثير من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا وبدأت الخسائر تطال قطاعات منتجة كثيرة كانت تشكل إسهامات كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد والذي شهد نمواً بنسبة 6% في الربع الأخير من عام 2019 فهو صار فيه خلل الاقتصادي سواء بسبب أزمة كورونا والهلاء اللي صار مننا بسبب أزمة النفط بين سعودية وروسيا وأساساً كان فيه توقعات بالركود والأزمات الاقتصادية فهلا كله اجتمعت مع بعضهم وصار فيه خلل بالشبكة الاقتصادية قدرة الدولة أن تتحكم بهذا الخلل وتخفف الأضرار قد ما بتحسن هنا بيعود بالبراعد الاقتصاد التأثير الكبير سيصير على الاقتصاد الكلي مع الأفراد قطاعة كثيرة تلقت ضربة اقتصادية موجعة لعل من أبرزها قطاع السياحة وما يتبعه من رحلات جوية وتوقف لعمل الفنادق خاصة وأن قطاع السياحة شهد مع نهاية 2019 أكثر الفترات حيوية حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 10% عما كانت عليه في 2018 والتي وصلت حينها إلى نحو 30 مليار دولار القطاعات الأخرى التي شهدت تراجعا واضحا هي ذاتها التي شملها قرار الحكومة التركية للحد من انتشار كورونا كتعليق الأنشطات الرياضية وإغلاق المقاهي والصالة والمسارح والمطاعم بعد وصول فيروس كورونا إلى تركيا نحاول اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة حيث أننا لم نعد نستقبل الزبائن داخل المطعم واقتصر عملنا على توصيل الطلبات الجاهزة من الناحية الاقتصادية لقد تأثرنا كثيرا فقد انحسرت مبيعاتنا بشكل ملحوظ وانعكس الأمر على عدد العمال هنا حيث اختصر عددنا على خمسة عمال بدلا من عشرة عمال في الوقت السابق اتخذت الحكومة التركية إجراءات عديدة لدعم الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستوفر سبعة مليارات ليرة تركية دعما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وستزود الشركات بتمويل إضافي عند الحاجة دون تأثير في التدفق النقدي وستقدم دعما نقديا بقيمة ألف ليرة تركية لمليوني أسرة ذات دخل محدود مليارات الدولارات ومئات ألاف الوظائف يخسرها العالم يوميا بفعل فيروس كورونا وجميع الجهود للتخفيف من هذه الخسائر ما زالت غير كافية والفيروس فتكى بالاقتصادات الكبرى قبل غيرها فكيف ستكون النهاية؟ وهل سيكون المشهد الاقتصادي بعد كورونا كما قبله؟ شهر سمق أوريانت نيوز مدينة غازع انتاب التركية